تتابعنا جلسة المساء بلوفو شركة تعنى بتقديم حلول التوظيف الإلكتروني وإدارة الكفاءات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تعمل مع العديد من الهيئات الحكومية في دول الخليج بهدف دعم كفاءة التوظيف معي في الستوديو أحمد خميس رئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة أحمد أهلا وسهلا بك من خبرتكم وتجربتكم في بلوفو وهي بالمناسبة شركة ناشئة أنتوا كمانا لكن كبرتوا بسرعة وحققتوا من نجاح ملفت كيف يقوم الذكاء الاصطناعي بإحداث ثورة في عملية التوظيف اليوم بداية يمكن أغلب الشركات اللي خاصة بالمنطقة عندنا يعني متبني لتوظيف كلاسيكي يعتمد على المرور على السيارة الذاتية تحليلها بطريقة مانيول فاليوم الذكاء الاصطناعي الهدف منه هو عدة أمور في مجال الركروتمنت أو التوظيف بشكل عام بداية من فلترة السيارة الذاتية لتتطابق مع متطلبات الوظيفة مرورا بفيديو مدعم بالذكاء الاصطناعي لتحليل الشخصية لتحليل السايكوماتريكس تبع المرشح انتهاءا بقياس الأداء performance management فهو عبارة يأخذ السايكل من أولا لأخيرا ولكن يمكن إذا ما نظرنا إلى المنطقة مقارنة بالعالم نجد أنه لازلنا متأخرين إلى حد ما يمكن وهذا ما سعت إلى رأب الفراغ الموجود بالماركت بلوفو من خلال تقديم حلول مدعمة بالذكاء الاصطناعي والحمد الله قدرنا اتعاملنا مع العديد من الهيئات الحكومية في دولة الإمارات في المملكة العربية السعودية وطبعا الطريق قدامنا مازال طويل من ناحية الكوسر أحمد خبرت مرة عن الامتحان الذي يعملون لكم إيه لحتى يشوفوا خلين خبر المشاهدين كيف تصبح هذه العملية نحن نحن نحكي عن AI Powered Interviews هناك نقطة مهم جدا يمكن الناس قد تخفى عليها لما نحكي ذكاء اصطناعي ذكاء اصطناعي عبارة عن بيانات تحليل كم هائل لا بل والهائل جدا من البيانات إذا لم توجد البيانات من الصعب بمكان تقديم حلول مدعمة بالذكاء الاصطناعي فالAI Powered Interviews هي عبارة عن تدريب الديتا الموجودة عندنا عمل الكثير من المقابلات عن طريق الفيديو تحليلها بحيث يصبح الجهاز أو الروبوت الذي يتم بنائه عن طريق هوارزميات معينة قادر بحد ذاته على تحليل شخصية المتقدم عن طريق نوع الأسئلة التي تسأل عن تحليل تحليل حركة الشفاء حركة الوجه نبرة الصوت كل اليوم العلم موصل إلى هالمراحل من التحليل بناء على تدريب مسبق لديتا بيسز كبيرة بتكون قادر يعطي تنبؤات عن طريق ما يسمى في علم الإحصاء Regression Analysis فأنتوا عمليا في أمرار كنتوا تقدروا تتوقعوا بين خلال حلولكم ماذا ستختار اللجنة التي توظف بشكل كلاسيك هلأ نحن لازلنا يمكن التكنولوجي اللاب اللي موجود عند بلوفو ما زلنا في عملية تدريب البيانات لأنه مش سهل أبدا أن نطلع بتكنولوجي ما تكون وتستد على عدد كبير من المتقدمين لهذا طيب أحمد يعني ماشيني بخطوات التوظيف بالمستقبل كيف بتشوف عملية التوظيف راح تصير بعد عشر سنين من هلأ أو يمكن أقرأ هلأ يمكن وجهة نظر شخصية كيف يكون فانا سمعني أنا بشوف أنه يمكن السيفيز قد لا تكون موجودة على الإطلاق وعبارة عن موبايل أبليكيشن جيم بيست ببعث جيم للمرشحين قادر من خلال هالجيم عن طريق نوعية الأسئلة التي تسأل وهي كمان قادر حلل التفكير النقدي للشخص قادر حلل بعض المهارات التي تتعلق فيها العمل كلهم على حسب المجال لو قلنا سوفتوير انجينيرين تتعلق بالكودين قلنا اليوم سيلز قد تتعلق بالسيلز هذه المرحلة الأولى من الفلترة قد تمر في المرحلة الثانية من عملية اي اي انتربيو روبوت عبي يعمل الانتربيو ريبورت عن دي سبوت بيطلع بحلل الشخصية اليوم هل هي مناسبة هل لا مع الاخد بعين اعتبار ذكاء عاطف اليوم كأحد أهم المهارات المطلوبة مستقبلا لحد الانبوردينج كله بيصير بطريقة أوتوماتيكية لحد الانبوردينج بيدخل على الشركة بدون كما يصير فيه احتكاك مع أي شخص أحمد ذكرت ذكاء العاطفي مثلا كنت بدي أسألك ما هي المهارات التي لا يتعلمها اليوم الموظفين المستقبلين بالجامعة ما هي أهم المهارات المطلوبة واللي لا تدرس في الجامعات حتى من ناحية الجامعات اليوم التوجه العالمي بطل ديجري بيست ريكروتمنت صار سكيلز بيست ريكروتمنت مبني على المهارات حتى كبرى الشركات العالمية سواء كانت جوجل آي بي أم أبل مش بالضرورة الموظفين اللي عندهم عندهم شهادات جامعية ولكن عندهم المهارات اللي مطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة من الوظيفة المتاحة عندهم فنرجع لموضوع المهارات يمكن الذكاء العاطفي اللي هي عبارة عن معرفة الذات إدارة الذات من ناحية وقت من ناحية مهام أطر التواصل مع الغير يعني التفكير بإيجابية ضمن فرق العمل كل هذه السوفت سكيلز لا تدرس بالجامعات ولكن تتعلم من خلال الممارسة في جو العمل أحمد ابقى معي دعنا نتابع سوية هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأعود إلى ضيفي في الستوديو دكتور أحمد خميس أحمد اليوم نحن بديسمبر كثير من الطلبة الآن يتقدمون للجامعات للعام المقبل ما هي التخصصات التي لا يجب أن يتقدم إليها أحد بعد هلأ مش حقدر جاوبك على هالسؤال بطريقة واضحة لأنه يعني طبيعة التخصصات الموجودة تعتمد بالدرجة الأولى على العرض والطلب فهي خاضعة حكما إلى سوق العمل الحر طالما الجامعات تقدم تخصصات طالما الطلاب يتقدموا على هالتخصصات حظة الموجودة ولكن اللي بيحكمنا اليوم هل مخرجات التعليم تتوافق وتتناسب مع المطلوب اليوم بسوق العمل ولا لا نفس ما كنت أحكي قبل أنا اليوم الماركت متوجه إلى سكل بيست ركروتمنت مش ديجري بيست ركروتمنت فطالما الباشن أو الشغف اللي موجود عند الناس في دراسة معينة اليوم يستمروا فيها ولكن يمكن القطاع التكنولوجي بالدرجة الأولى هو ما خلص يعني حركة العالم كل اليوم أو جميع الشركات اللي موجودة بالعالم كبرى الشركات العالمية شركات تكنولوجية بالدرجة الأولى شو هي التخصصات اليوم في الجامعة اللي تضمن الحصول على وظائف بالمستقبل حتى تحت يعني التكنولوجيا مظلة واسعة صحيح أهم ويمكن تخصصين أنا شخصيا بعتقد أنه حيكون موجود لهم وظائف من هون لعشرين سنة مهندسو البرمجيات ومختصو علوم البيانات ويمكن مختصو علوم البيانات بالدرجة الأولى ليش؟ لأنه اليوم كل شيء متحول لذكاء اصطناعي والذي بقدر يعمل ذكاء اصطناعي هم أصحاب علوم البيانات واليوم مثل ما بقولوا كمية الديتا اللي عبتم بروسيسينغ عليها بشكل يومي أرقام مهولة قد تفوق ما يمكن أن يتصوروا العقل البشري فمهندس البرمجيات ومختصو علوم البيانات ليش؟ لأنه أي شركة تكنولوجية مهما كان نشاط عملها لو كانت أساسياتها به هالإطارين فهي شركة بلا شك قوية جدا إذا كانت هالتو فانكشنز أوية جدا برأيك جائحة كورونا ما فتحت الأعين يمكن على أهمية تخصصات معينة في القطاع الصحي يعني اكتشفنا في العالم نقص ممرضين كبير اكتشفنا أن مختبرات حتى ينقصها كوادر بشرية برأيك منطقتنا لازم تفكر بالتوجه نحو القطاع الصحي والدراسة في القطاع الصحي صحيح ولكن كمان أنا بدي وازن الأمور نقص بالكادر البشري مع التوجه العالمي من ناحية التكنولوجيا اليوم نحكي عن virtual doctors virtual patients حتى اليوم بعض التقارير اللي طلعت اليوم قالت لو كان في عنا virtual patients قدرين نعمل التست عليها قبل ما تصير جائحة كورونا يمكن كنا قدرنا وفرنا كتير وقت لنلاقي علاج أو لقاح مناسب فكله بيرجع ضمن إطار التكنولوجيا الكادر البشري إلى حد ما اليوم شايف أنت كتير من الapplications اللي بالmedical sector كلها online يعني عدد كمية الاستشارات اللي عملت خلال جائحة كورونا تقدر بملايين الاستشارات كلها إلكترونيا فاليوم وجود الكادر البشري يمكن يساعد بالمستشفيات صحيح في نقص ولكن الموبيلايزيشن لهالكوادر يمكن ما كان اوبتيمايزد في حال كان في حلول موجودة اليوم تعمل هالأوبتيمايزيشن يمكن كانت الأمور أسهل نوعا ما طيب أحمد وأكيد الشباب دايما بفكروا نريد أن نتخرج نريد أن نعمل نريد أن نحصل مرتبات جيدة أي الوظائف هي اللي تدفع أكثر رح يكون خلينا أعطيكي أحد الأمثل اللي تم تدوله في فترة سابقة صار في نقص هائل جدا في مختصي علوم البيانات بالأسواق العالمية وبأمريكا بالأخص مما يمكن دفع بعض الشركات مثل جوجل للتوجه للجامعات واستياد الدكاترة المختصين في الديتا ساينز اللي كان ياخد معاه 200 ألف دولار سنويا أجد جوجل هذا نصف مليون دولار سنويا وأهلا وسهلا فيك بجوجل فعملوا ديسترابشن للماركت ليش؟ لأنه فيه نقص حاد فيه في هالمهن وبأعتقد دي ممكن الديتا ساينز أول في رأس القائمة أحمد خبيس الرئيس التنفيذي والشركة المؤسس لشركة بلوفو شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا شكرا مجاهدين وقبل أن نغلق هذا الأسبوع نلقي نظر